السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الاخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي الى كل الشرفاء داخل فلسطينة وخارجها تحياتي الى كل الاحارف العالم بكل اللغات وبكل اللهجة حبيت باش نقوم بمداخلة على السريع حول غلق المسجد الاقصى وفيه تعامل مع هذا القضية ببرودة سواء ما تعلق الامر بالواقع يعني في الدول او من خلال هذه المواقع نتعلم لها التواصل بطبيعة الحال الامر هو ليس عادي ولكن في المقابل هو كنتيجة يعني ذرك الان ذرك هذا الشيء اللي ركم تشاهدوا فيه الان هو هذه التعصرة الناس لا تعبئ بصالح العام وصارت الناس لا تعبئ بالمقدسات هذا رهو تحصيل حاصل هذا الضغينة اللي كانت تنشر بين الشعوب وين انه استهدفت المقدسات واستهدفت الرموز الوطنية وحورب الناس اللي يسعاوا على الفضيلة حورب الناس اللي يسعاوا على الوحدة ويدفعوا على الاصالة ويدفعوا على المقومات ويدفعوا على القيم واش راح ينتظروا راح ينتظروا في هذا الجيل تعالواي واي هو اللي راح يحافظ على هذه الدول ولا راح يحارب هذه الدول اللي راح تحاول هو انه تأتي على الاخضر واليابس من المستحيل اذا الشيء هذا هو تحصيل حاصل دركين بعض من الاخوة هكذا اللي ربما يغيظهم الحال هكذا ويجيوا لصفحة المصالحة الجزائرية ويحبوه انه يستدرجونه او يجرونه الى امور واحد اخرى لا اخي الكريم هذه الصفحة هي متخصصة في الموضوع هذا المصالحة الجزائرية وهذا لا يعني هو اننا لا نقيم وزن للقضايا الاخرى ابدا انا متأكد وعلى يقين انه اذا كان مسترجعناش السيادة الوطنية في الجزائر سيادة كاملة في كل المجالات سواء السياسية ولا الاقتصادية ولا الامنية ولا فيما يتعلق بالتصنيع ولا الامن الغذائي ولا كل الامور اذا كان مسترجعناش السيادة الوطنية وصارت الجزائر السيدة من المستحيل هو انك تستطيع هو ان تحرر شعوب اخرى ويعني كمثال فقط هو انه محاولة الجزائريين والجزائريات اثناء الاحتلال الفرنسي يعني لما خرجوا للشوارع وخرجوا للجبال وخرجوا للوديان وتحملوا المسئولية انتاحهم اواو المجاهدين والمجاهدات وخرجوا من اجل التضحية على جلبة شوما يسترجعوا السيادة انتاع الجزائر شفت الذي حصل هو انه فيه شعوب اخرى نالت الاستقلال انتاعها بين قوسين يبقى الاستقلال بين قوسين لكن الان كيفاش والشوارع تنتفذ كل يوم كيفاش والمشاكل يعني كل يوم راها تتفجر هذه مشكلة في السكن هذه مشكلة في العمل هذه مشكلة في الكهرباء هذه مشكلة في المياه كل يوم المشاكل راها غير زيدة تتفاقم بتقدرش وانت في حالة يعني مثل هذك الانسان اللي راه في باخرة والامواج هوجاء بتقدرش وانت راك في هذك الباخرة والامواج تتلاطم هو انك تروح انت وفيه سفينة اخرى تروح تنقذها بتقدرش او كل انسان هذاك اللي راه هو داخل السجن ويحب يروح يحرر الناس الاخرين بتقدرش تقدر ربما هو انك تلعب دور من خلال تحسيس بالقضية في هذه المواقع انتاع التواصل معاك ولكن نرى هكين الالف من المواقع هذه علش ما تكتبوش انتوما علش ما تعبروش انتوما علش ما تنشطوش انتوما تحاولوا هو انو تتلقيوا باللوم انتاعكم على الاخرين قال وعلش هذه الصفحة ما هيش يعني قال مثلا تتحدث في بعض القضايا احنا راه الاختصاص انتاعنا هو الموضوع الجزائري نحاولو هو انو نحسوا بهذه القضية ونحاولو هو انو نفرضوا واقع من خلال هذه النقاشات اللي راه مرة وعلى مرة نثيرها قصد هو انو الجزائريين والجزائريات يفهموا باللي راه الوضع خطير في البلاد والجزائر هي ليست مفصولة على فلسطين بدليل ركتشوف الناس اللي راه مظرك فاهمين الامر كما ينبغي فاهمين الصراع كما ينبغي على بالهم باللي الجزائر المرتبطة بفلسطين وليس من الان مشي من الان كيان هناك الكثير من الاشياء اللي هي تربطنا كيان راني مرة لمره نسمع هكذا بعض الجهلة هكذا اللي مش فاهمين حتى كما يقولوا كعو مبوعو ويجي يتحدث في امور هكذا يقول لك احنا وش يربطنا احنا بفلسطين وش يربط الفرنسي باللي راه في كود ديفوار وش يربط الفرنسي باللي راه في كندا وش يربط الفرنسي اللي راه وذرك في جنوب افريقيا وفي اي منطقة من العالم وش يربطه تربطهم اللغة احنا مع الفلسطين تربطنا اللغة تربطنا الدين كون هو اننا مسلمين كون هو أن الأغلبية من الجزائريين هما ينتميوا الأهل السنة يعني مثل الإخوة اللي رهما موجودين في فلسطين كما أنه هذا المسألة انتع العقيدة يعني رهما عروفة عند المسلمين كامل هو أنه المسجد الأقصى راه من المفترض لما الإنسان يروح يحج يروح يزور المسجد الأقصى مثل أماكن أخرى لذلك ما لازمش تستحمر الناس لكن هذا لا يمنعنا من التفكير في المسألة الجزائرية هذه المسألة انتع العقصى مسألة مطروحة لكن الأولى هو أنه كان أشياء واحدة أخرى يعني هذا الإنسان اللي راه هو ذرك سوريا تحرق ليبيا تحرق اليمن تحرق وهو يقول ليبي اللي راه منعه الأذان في الأقصى لمدة 24 ساعة هذا الإنسان يا هل ترى عنده وعي صحيح يا هل ترى هذا الإنسان يرى فعلا يفكر في الإسلام ويفكر في الأمة هذا الإنسان الوعي ينتاعه مغيب صار له كما هذك الناس اللي في وقت السراعات هذه اللي وقعت بين المسلمين حيث قتلوا سيدنا الحسين رضي الله عنه وجاءوا ناس هكذا يسألوا قال الإمام من المسجد قال ما رأيك في قتل ذبابة داخل المسجد حلال أم حرام نفس الشي نفس المستوى نفس التفكير نفس التفكير كيفاش هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما يغذكش الحال وما تهتزش النفس انتاعك وترح تسأل انتاع لقتل ذبابة داخل المسجد حلال أم حرام نفس الشي رأيه الآن حاصل كيفاش أمة أمة مفككة سوريا تذبح ليبيا تذبح اليمن تذبح وانت تسأل على الإمام تسأل انت على الأذن في المسجد الأقصى هل هذا إنسان واعي هل هل إنسان رأه فاهم وش رأه يدير بالإضافة إلى أنه فيه إخوة في الجزائر مع الأسف الشديد أنا ما لا أشك في النواية انتاع الناس ذكراه مثلا واحد هو راه وذرك هو أحب يعاون إخوة في فلسطين والله الله يسهل عليها أنا ما نقولوش ما تعاونهمش يعني لابد هو أنه نحلو المشكلة الجزائرية هذه المشاكل اللي رأهم موجودة في الجزائر نحاولوه هو أنه نلقو لا حلول دائمة هار تسترجع الجزائر السيدة انتاحا في ذاك نهار نستطيع هو أنه نخاطب الدول هذه يكفي الآلاف انتاع الحراقة والآلاف انتاع اللاجئين خليونا نحلو المشكلة هذه في الجزائر خليونا هو أنه نتحابب بين بعضنا جزائريين خليونا نعيد اللحمة للأسرة الجزائرية خليونا نعيد الحماس للشباب اللي كان موجود هو أنه تصير الناس تفكر في العودة للجزائر تصير الناس تفكر هذه الإطارات وهذه الكوادر اللي راه موجودة في الخارج تصير تفكر في العودة للجزائر تبني في الجزائر تبدأ في الجزائر أما هو أنه الإنسان هو راه حاصل فيه في روحه ونحن راه نحره في فلسطين شو يا عقل يا الخوة والآن كما تعرفوا بللي الجزائر راه مستهدفة ليس من الآن وهذا المسألة هذه تاعة الشرق الأوسط هذه راه الجزائر مرتبطة بها بطريقة أو بأخرى يكفي هو أنه ما يحصل الآن في المغرب راه عنده علاقة راه كين أشياء راه تطبخ خوتنا هذو اللي راههم في المغرب لا شك هو أنه عندهم مطالب مشروع لا شك هو أنه فيه ظلم لا شك هو أنه فيه احتقار لا شك فيه أنه تعدي إلى غير ذلك ولكن في المقابل لازم نفهمه من أنه فيه مؤامرة راه تحاك لزعزعت وزلزلت هذه المنطقة وكلها يعني أنتم ذلك واش راحين تنتظروا هذا الجيش السوري راح يضقه ويحرر لكم ذرك الأقصى هاولتي بسراعات ذركة في سوريا راحين تنتظروا لكم من هذا الجيش اللبناني هو راه يحرر لكم الفلسطين ويحرر لكم الأقصى هاو راهوا داخل في السراعات راحين تنتظروا لكم من الجيش العراقي المفكك هو أنه يحرر لكم الأقصى ويحرر لكم فلسطين لكن شفتوا من الذي فعلوه به وشفتوا من الذي يفعلون به الآن في ليبيا وفي اليمن ومصر راها مستهدفة مستهدفة بنفس الشيء سواء بأبنائها والله بناس آخرين راها مستهدفة وتركيا نفس الشيء وإيران نفس الشيء كل الدول هذه العربية والإسلامية كلها مستهدفة مستهدفة والهدف راه هو واضح هو السيطرة علمنا بأنت عن نفط السيطرة علمنا بأنت عن فراوات واستعباد هذه الشعوب هذه راها دخل في العقيدة انتاعهم إلا ما رحم ربي كي الناس اللي راها مذرك هما في هذه الدولة عن الغرب هما يؤمنون بتعايش ويؤمنون بالتسامح ويؤمنون نحن لن نشك في ذلك رانا عايشين هنا في فرنسان شخصيا رانا عايشين ورانا شايفين هالأمر لكن في المقابل كين الناس عنصريين كين الناس لا يرونك إلا عبدا عندهم هذه مسألة مفرغة منها لذلك الإخوة والأخوات هذه المسألة ما لازمش تفهموا باللي حناظك في هذه الصفحة رانا لا نعبع والله لا نهتم بهذا الأمر وإنما رانا نشوفوا باللي هذه المسألة هي الجزائر أولى كين بعض هكذا الصحفيين هو أن نظار نذكر الأسماء رانا ربما عندهم شهرة هكذا كين الناس اللي رأي مصلوا حتى للشهرة العالمية يا أخو يا ربي سهل عليك أنت أرى عندك صفحة تاعك والله تستطيع من خلالها هو أنك أنت ترسل الرسائل والله تستطيع هو أنك تؤثر على القناعة أنت عن الناس والله وتدير أنت مرة على مرة رسالة هكذا والله يا أخو يا ربي عاونك برك الله فيك وربي يوفقك وكذا لكن إحنا رانا مهتمين بهذا الشأن الجزائري ولازمكم تتفاهموا هذا الأمر هذا ليس معناه هو أنه رانا مفرطين في خواتنا ولا أبدا لكن يشوفوا من أنه تحرير الجزائر واستعادة السيادة على الأرض الجزائرية في كل المجالات هو الأولى هذه باختصار كلمة تعالي الإخوة والأخوات إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر